الموقف الذي نحن عليه وضد هذه الأفكار أن القتال لا يكون إلا تحت راية ومعنى تحت راية يعني تحت باصر الدولة أن الذي يقوله بكلمة نبدأ الحرب أو ننهي الحرب هو الدولة بمؤسساتها المختلفة في العصر الحديث أولي الأمر وفق النظر القديم عندما كانت الدولة ليست بهذه الضخامة أو التعادل هذه المؤسسية في إطار الوعير الديني دور رجل الدين في مساندة الجندي على الحدود الجندي يحتاج كلمة رجل الدين أولا نتكلم عن الجندية في الإسلام والجندية بالمعنى الحديث هو لا فرق طبعا الجندية في أي زمن إن هي مقصود بها وجود قوة تحقق دفاعا عن المكان الذي يعيش فيه تحقق دفاعا عن البلد عن الدولة عن هذا المجتمع مثلا حدودي عندما تكون مؤمنة بلا شك أنا أعيش في بلدي آمنا مطمئنا فإذا الجندية وظيفتها في كل عصر ومصر أنا تحقق دفاعا عن مقدرات جميعا ثم إنها أيضا يعني وفق أيضا العسكرية الجديدة والقديمة هي مساهمة في عملية البناء يعني معنا يدا بيد في كما هو ملاحظ في مصر وكما هو ملاحظ في كثير من الدول أن الجندية فوق أنها تدفع الاعتداء فإنها أيضا تسهم في بناء المجتمعات أيضا الجيش يحتاج للحمة وطنية ولكن دائما هناك في أزمنة التوتر أو أزمنة الحربة أو أزمنة المشاكل التي تحقص هنا هناك بنجد البعض يفتان نفسه أو يفتان الجميع تفضل هو سياتك بس عشان تسياتك تكلمت عن دور العلماء أيها العلماء عليه مسؤولية كبيرة للغاية لا تقل لأن مهمة العالم أو وظيفته أنه يبين ويعلن للناس الرأي الصواب الذي يتبنى ويأخذ أيضا مع الجندي في قضية رفع الروح المعنوية يمكن سياتك مثلا في حرب أكتوبر لما وجدنا الصور الآن بتونشغل لشيخ الإسلام الشيخ عبد الحليم محمود وهو على الجبهة بلا شك أحدثت روحا معنوية لدى الجنود في أن هذه المساندة من أكبر رأس في المؤسسة الدينية في مؤسسة الأزر الشريف بلا شك أنها تعطي قوة كبيرة جدا لهذا الجند لكن هذا الجند في قرار نفسه باعتبار أنه أيضا من ابن الأسر ومن العائلات ومن ابن مصر يعني فينه بلا شك هو المورسات جميعا التي في هذا الإنسان المصري هي موجودة لديه هو روحه المعنوية مرتفعة ويعلم أن العلماء ويعلم أن الأزهر ويعلم أن كل المؤسسات الدينية في مصر من خلفه تكفع وتؤيد وتؤازر وتنصر معه وتقول له نحن معك ولو استطعنا أن نحمل السلاح معك لا حملنا لكن نحن من خلفك أيضا نعنينا نسولي أن نبني وأن نعمر وأن نوعي الناس أن ننشر الوعي لدى الناس فإذا كل منا له دوره ولذلك نحن من هذا المكان من هذا البرنامج الكريم نحن نرسل برقيات تأييد وبرقيات مؤازرة وبرقيات دعم كبيرة جدا لهذا الجيش الأبي المصري كل في موقعه من أكبر قيالة إلى هذا الجند الذي يحمل السلاح ويحمي بلدنا أنتم على الحق وأنتم في رباط إلى يوم التيامة جنود مصر أنتم على سزر من الجهاد الذي وعدكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم عندما قال صلى الله عليه وسلم لأنهم وأهليهم وأزواجهم في رباط إلى يوم القيامة ونعمل رباط لأن رسول الله بشرك أيها الجندي المصري المرابط على حدودك المدافع بلدك بشرك بأنك لا تمسك النار عندما قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما النار عين بكك من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فأنت بويقظتك هذه وبدفاعك عن بلدك أنت في هذا الرباط مؤمن من عزاب يوم القيامة لأنه إذا كاث العين وهي جزء من الجسد لا تمسها النار فبلا شك الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يعني كأنه من باب يطلق الجزء وإرادة الكل فأطلقها صلى الله عليه وسلم العين لكنه أراد لأنه من غير معقول أن يعزب عضو في أو أن تعزب عضاء ومنع عضو فكأن الإنسان بكامله إذا بشر بأن بعضه يعني يدخل الجنة فبلا شك أن الكل معه من باب يطلق البعض وإرادة الكل أو من باب يطلق الجزء وإرادة الكل ولذلك حتى صلى الله عليه وسلم يقول عن عضو من العضاء سبقة سبقته عن رجله سبقته إلى الجنة طب والباقي بلا شك بشر لك أنت أيها الإنسان فرسول الله يبشر الجندي المصري بدفاعه عن بلده ووقوفه صلبا متماسكا مستبسلا يبشر بهذه البشرى الغالية التي نحن جميعا نتمنى أن نكون مثل أصغر جندي في هذا الجيش العظيم والحييز تفافل في